مساء الفل قصة النهاردة أول قصة من نوعها تجيلنا في البرنامج تبقى كده عن الراجل البسباص ومش أي بسباص ناهد بطل القصة حقيقية النهاردة اكتشفت إن جزها غاوي يتجسس على بنات وستات الجيران من شباك الحمام ومن فوق السطوح تخيلوا تعالوا نسمع القصة من أولها ونشوف ناهد بعثها تقول لنا إيه اسمي ناهد وعمري دلوقتي 35 سنة تعليم متوسط اتجوزت من أكتر من عشر سنين أهل جوزي كانوا جراننا في البلد ناس طيبين وإحنا عارفينهم اتقدموا وحصل الجواز في الأول كان باين إنه شخص كويس خلفت منه أول خلفة وبعد فترة بدأت تحس إن لي ميول غريبة زي إنه بيحب يختلي بنفسه كتير لما بيتفرج على التلفزيون بحس إنه بيتفرج على الممثلات بطريقة غريبة جدا بيبص لهم نظرات كلها شهوة وبشكل مفضوح زي المحروم كنت أصغر له وأقول له إيه البصة دي أنت مش مراعي إن أنا قاعدة جنبك؟ يضحك ويقول لي هو أنا يعني عملت إيه؟ مش الناس بتفرج على التلفزيون بعنيها؟ ولا نشغله كإنه راديو ونسمع بس كان بيسبق ويحكي للحواليه إنه بغير بزيادة وبعمله وحش عشان يغلوش على الموضوع وفعلا لما كنت أجي أحكي لحد من أهله كانوا يقولوا تلاقيكي بس أهملتي في حقه والعيل بقى واخد كل وقتك رغمني الحمد لله الحمد لله يا سالي على قدر من الجمال وعمري ما أسرت معه في حقوق الزوجية بس هو كان بيحب يبص على الستات بشكل مبالغ فيه مش في التلفزيون وبس ده أي واحدة معدية مهما كان شكلها أو لبسها لازم يفصصها يفضل ما بحلق فيها عيني عينك كده لأ مش قادرة حاجة تحرق الدم طبعا يا ناهد صعب على أي ست طب ما حاولتيش تدخلي حد يتكلم بينكو أو يقول أو يصلح يكون قريب من جوزك يفهمه اللي بتعمله دعيب وما يصحش تعالوا نكمل بصراحة يا سالي في الأول كنت بعتبه بطريقة محترمة تحسسه نزعلانة من غير ما أعلي صوتي لكن مع الوقت بعد ما خلفت منه ثلاثة عيال بعد ما حاولت أفاهمه مرة واثنين وثلاثة بدأ الموضوع يقلب لاخناء كنت أسيبه ونم على عيال وفي مرة خدت عيالي وروحت لأهلي لما أهله جوم يصلحوني قلت لهم أنا مش مؤسرة مع ابنكو في أي حاجة مهتمية بيه وببيته وولاده ما ينفعش تكون دي جزاتي المهم فضلوا يحايلوني ورجعوني تاني ليه وبرضو استمر زي ما هو لحد ما في مرة كان بيبص على واحدة في الشارع ست هزقته في قلب البلد فرجت عليه الناس وأهله عرفه بعد ما كانوا يدفعوا عنه بقوا يزعقولوا ويهزقون فضل يعتذر ويحلف إنه مش هيعمل كده تاني قاعد يقول إن الستة هي اللي فاهمت غلط وأهله قالوا معلش يا بنتي جايز تكون الستة فعلا فاهمت غلط وبلاش بلاش نخرب البيت مدام ما فيش دليل سكت لحد ما جوزي تقفش وهو بيتجسس على ستات الجران كان بيبص عليهم من الشبابيك من فوق السطوح موضوع تعرف فضلت سرته تتجاب على كل لسان لحد ما تعمله كمين وتقفش وخد وصلة ضربة بشعة اتبهدل اتمرمت بكرامته الأرض والدمج كبير والصغير كان هيتدبح بعد عملته بس ستات الربنا إن ناس كبار من البلد اتدخلت وبدل ما يطلبوله الشرطة اتعملت قاعدة عرفية اتحكم عليه إنه يبيع بيته ويمشي من المكان اللي كنا قاعدين فيه خالص أنا خدت عيالي ومشيت وطلبت الطلاق بس بعد فترة أهل الجملة حد عندنا فضلوا يبكوا ويقولوا انت عندك المرة دي حق وتقولي اللي انت عايزاه بس احنا تأكدنا إن ابننا بيعمل كده ومش في وعيو جوزك مريض يناهد وعنده حالة نفسية بتخليه مش عارف وبيعمل كده ليه وازاي وده في الأول والآخر أبو عيالك يعني في وشك لازم كلنا نساعده عشان يخف ويبقى طبيعي والستة الأصيلة ما تتخلاش عن جزها وتقف جنبه في محناته فضلوا يتحيلوا وساقطوا بالأرض لحد ما أهلي هما كمان تعطفوا معاه وقالوا طيب ندي فرصة أخيرة يناهد على الأقل عشان بيتك ما يتخربش وولادك ما يبهدلوش فبتعرنه وقف هنا دقيقة هل صح أننا ندي فرصة تانية ولا الحالة لما توصل للدرجات دي بالبجاحة دي يبقى خلاص كده كفاية بقى طيب لو ما فيش فرصة تانية لو نهي تثبته تبقى هي اللي مش قصيلة واللومة هي تعالوا نكمل قبل ما أرجع يا سالي حطينا الجوزي شروط لازم ينفذها عشان أرجع مع البيت فعلا نفذها كلها ورجعت معاه وخلفت منه ابننا الرابع قاعد فترة محترم نفسه بس بعد كده عمل الأصعب من كل اللي فات المرة دي اللي كان بيبص عليها أختي جوزي حلوة في عينه أختي المتجوزة رغم أن هي سكنة في حتة بعيدة عننا لكنه راح لحد بيتها كان بيحاول يبص عليها من فوق سطح جنبها في غياب جوزها كان بيبص عليها سرقة من شباك الحمام لهد ما هي شفته فهرب وجري وهي جات حكت لنا اللي حصل ساعتها روحنا عملنا له محضر تحرش والأسف المحضر اتحافظ لعدم كفاية الأدلة لأنه وتمسكش ولا تم تحفظ عليه طلبنا من أهله الطلاق بالزوق من غير شوشرة ويديني كل حقوقي حرصا على شعور العيال وحالتهم النفسية وحكمنا عليه يسيب الشقة الإيجار اللي احنا اتنقلنا للسكن فيها يسيبها لي أنا وولادي الأربعة ويدفع إيجارها ومصاريف عياله بعض الطلاق فوعدني بالطلاق بعض شهر يكون جاب في حق المؤخر والنفق وكل حقوقي بدل من بهد البعض في محكمة الأسرة وبعد ما الشهر خلص فجئت بي جاي والشرف عنيه قال لي اطلعي انتي من البيت ده بيتي أنا مش يسيبه فاتصلت أنا وقمي بالمحامة بتاعي وحكت لهم اللي حصل فجوهم بسرعة وطلبوا مني ألم مهدومي واسيب له البيت بدل من الموضوع يكبر وقالوا خلاص بينا وبين المحاكم هو اللي اختار وقت ما أنا بألم مهدومي عشان أمشي لقيت أربعة من قريبه جايين أول ما وصلوا رح فتح شباك الشقة قعد يسرخ يا ناس يا هو أنا قفشت مراطي مع المحامي في الشقة الوحدهم أعمل شو شرف رح الاسم عشان يتامني في شرفي رغم من الموقف ده عد عليه ستة شهور بس لحد النهاردة مفيش جديد ما خدش أي حاجة من حقوقي وعايشة دلوقتي في بيت أهلي مع عيالي الأربعة ومش عارفة إزاي أخد حقوقي منه ولا إزاي أردع تباري بعد ما اتهمني في شرفي وشوف سمعتي علما بإن كان فيه جيران شاهدين ده غير الكاميرات المراقبة قولولي أعمل إيه؟ نفس عميق وبعدين لحد هنا وخلصت رسالة ناهد رسالة وعشة قوي صعبة قوي يروح لغاية بيت أختها المتجوزة يدور على سطوح جنبها عشان يبص عليها من شباك الحمام إيه ده؟ طب لو كان مريد نفسي زي ما بيقول أهله يعيني ما خدهوش للدكتور عشان يعلجوه وهل معنا إنه مريد يتسب كده؟ وهيمشي بقى يبص على بنات الناس كلها ولا إيه؟ بعد ما قلب عليها الترابيزة ورح قال إنه هي تعرف المحامي شفتوا وحشة أكتر من كده ترجمة نانسي قنقر